يعتزم رئيس الوزراء الياباني وشهيدي سوغا لانسحاب من السلطة وعدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي في الانتخابات القادمة وذلك في 29 من سبتمبر الجاري قال سوغا أنه يريد تركيز جهوده على تدابير مكافحة فيروس كورونا وأنه لن يشارك في الانتخابات لرئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي يعتبر سوغا حتى الآن المرشح الأوفر حظا لهذه الانتخابات الداخلية لتعيين المرشح لقيادة الحزب رغم تراجع شعبية حكومته إلى مستوى قياسي في استطلاعات الرأي